تفضل توكلنا على الله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قول آمين يا رب أنا أساساً مولود في ضمياط سنة 1934 وبعدين والدي كمدرس لغة عربية وانتقلنا إلى القاهرة وبعدين هو توفى طبعاً التكنولوجيا كنت غير متوفرة كان طالع له خراك في أفاه وعنده السكر وما يعرفوش فضربوا للسلاح فيعني صعدة إلى بارئه والحاجة الجميلة أنا كنت صغير وكنت ماشي في جناسته وأنا مش عارف مين اللي مات ما كانوش أيللي خالص إطلاق أن النبوك مات كنت أنا واخوها اللي أرحمه يعني ماشيت آه بنقضي وبعدين كأسرة متوسطة لكن عايشة أنت عارف بقى في الستينات والفترة دي الخمسينات إحنا لسه أربقة دا إحنا الخمسينات الخمسينات أنا أسف كان الجنيه خيمته عالية قوي يعني إحنا أنا أذكر إن إحنا كنا مقنجرين شقة قطين وصالة ودور وثمانة باثنين جنيه وشقة جميلة جداً وفي شارع الجيش وكل ساعة يحن أحياناً اللي هي أن أنا روح أتفرج على تفتكر أيضاً على البيت دا بتاع الماضي بتاع دا يعني ما بين الطفولة والشباب يعني وراها أتفرج عليه وآخر مرة لقيتهم هدوها وبنوع مرة ارتحت كنت كل شوية حروح أنط هناك وبتاع والدتي الله يرحمها وأخويا عندي أخين أخ كان وكيل نيابة أياميها وهو كان عبقري في الدراسة وأذكر إن الملك فاروق استضاف الأوائل من الطلبة وعزمهم على العشرة كده كان تقليد لما جاء بقى أخويا محمد نهيد أبو زهرة عادنا حوله اللي اطبق ذهب حقيه اللي اطبق ذهب وفضة وشاء قال أبداً أن المهم إن أنا كل اللي كلته مش عارف إيه هو ده ونضحك وبتاع وش وتخرج وبقى هو اللي يصرف على العيلة وزي الأفلام أخويا التاني جمالها بظاهرة ما كملش دراسة واشتغل عشان يصرف عليه وعلينا أمي الله يرحمها كانت عيلة لا تقرأ ولا تكتب لكن يا أخي التراث الإنسان اللي داخلها مسقفة بدرجة عالية جداً وخفة ظل ما شفتهاش على فكرة أنا أعتقد والعلم عند الله إن الخفة الظل دي أنا واخدها من أمي كانت دايماً تعلق على الأحداث بنقطة أو بجملة ساخرة وبعدين أنا دخلت مدرسة خليل أغا وكانت ابتدائي وبعدين بعد الابتدائية عمل أولى سنوي تانية سنوي تالت فظللت خمس سنين آه ظللت فيها وكان بقى أياميها في فريق الباسكت وفريق كرة القدم وفريق الموسيقى وفريق التمثيل أنا في الفترة دي لا بشوف مصرح ولا عندنا راديو ولا بروح سينما وكنت مكتهد جداً تلميذ مكتهد فبصيت لقيت مشرف على فريق التمثيل كان الخريج المعهد هم اللي بيتوزعوا على المدارس ويعملوا مسابقة فأنا كنت إيه انت عارف الطالب اللي شايف نفسه مورج وده مخفيف ويقعد يقال دي الأساتذة ويا بس حكاية التمثيل دي مش في ذهني خالص ولا عرفها فجالي الله كالنفسي تطلع إيه أنا كنت النفسي أطلع كلية الأداب وحصل إن أنا رحتها عين شمس قسم اجتماع بس للأسف الأحداث مشت يعني كالنفسك تشتغل إيه لما تتخرج مدرس 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 نرجع بقى للمدرسة بالزبط بعدين قعد يطردني عشان أنضم الفريق التمثيل وأنا أعتبرها نقطة هذا هو شافني في الحوش بقلد الأساتذة الأساتذة اللغة العربية كان بس حاجة بتافة يعني يقول بتاع اللغة العربية لو قابل قطة يقول لها بسن بسن يوم يضحكوا وهم مش عارف إيه وتري على الأساتذة اللي يوم تكون مراتهم يعني صعب معاه شوية بيجي ينرفزنا ويورينا الويل وا 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 قعد يطردني مطاردة أنا نسي اسمه على فكرة في الوقت وهو ده مفتاح المستقبل بتاع عبد الرحمن أبو ظهر